فيعني أنا مش شايف أن الأوضاع إزاي نرجع تاني يا كابتن حلم شوف يا كابتن أولا الجانب المادي طاغى بشكل كبير جدا على السحر يا ضي وأصبح التفكير كله مادي ما فيش تفكير حتة العاطفة وحتة الحنية افتقدناها بشكل كبير جدا يعني لما قابل الكابتن الصفة الجانب المادي يا كابتن المادة طاغت بشكل كبير جدا أصبحت هي الشغل الشاغل لكل الناس رتم الحياة بقى أسرع طبعا رتم الحياة والحياة أصبحت مادية وكل واحد بيفكر تفكير مادي فقط لغير في النقطة دي ودي جزء مهم جدا السبب اللي خلى الحالة حالة التعصب دي متواجدة بشكل كبير جدا كمان الأخلاقيات اتغيرت نعم الأخلاقيات اتغيرت بشكل كبير كابتن الحلم إذا كان سياط الرجز طلع وقال لك احنا بنغير سلوك الناس من جديد نغير البلد بنغير سلوك الناس نحن لازم نساعد بتغير أسلوب عشتهم بالضبط كبير بناء إنسان جديد طبعا أنت محيط العشوائيات من على وش الأرض في مصر وده شيء محترم جدا 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 إنك بتوفر حياة كريمة لأفراد الشعب البسطاء اللي كانوا عايشين في عشش بتعمل لهم مباني وسكن وشقق على مستوى عالي جدا يعني دي حاجة رائعة يعني النهوض بمستوى الأفراد وأفراد الشعب ده شيء محترم جدا جدا يعني تشكر عليه الدولة بصراحة